اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية بمقر الوزارة اليوم مع معالي الدكتور مامادو تانجارة وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج بجمهورية جامبيا الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين وأكد الزياني اهتمام مملكة البحرين بتعزيز علاقة التعاون مع جمهورية جامبيا في شتى المجالات معربا عن اعتزازه بمواصلة له تلك العلاقات من تطور ونماء في ظل الحرص المتبادل على تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب الوزير الجامبي عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وما لقيه من حفاوة في الاستقبال مؤكدا حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وتوسيع أفاقها خدمة للمصالح المشتركة متمنيا للمملكة دوام الرفعة والازدهار وجرى خلال الاجتماع بحث علاقة الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبول تنميتها وتطويرها للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر